يعني باباها ده جزاؤه ان هو جاب لها موبايل عشان بطلباتها مجابة وبيحاول يرياحها ويعوض الايام اللي هو ما عاشهاش مع اخوتها تعمل شي كده؟ اقول لي حضرتك الكلمة قصية هو جزاؤه ان هو اصلا ما رائبهاش هو جزاؤه ان هو مهتم تعالى بقى عند النقطة دي عشان انا بحبها قوي ايوه هو انا ممكن رائب حسابات ولادي؟ مش لازم حسابات انا ممكن ان انا ابقى متواصل معاهم جزاؤهم لا انا قصي الموبايل ان انا ممكن ادخل عليه وهم نايمين هم معاهم سيكون انا عارفة باسورد هم ومعرفوش ان اعرفها في سن معينة ممكن اخش افتش اه في سن معينة ممكن مفتحش بوقي ولا افتح بوقي لا اشوفه بعد كده لو لقيت حاجه غلط غلط معقول ممكن ان انا ابتدي ان انا اعمله كاني عرفته بطريق اخر غير ان انا فتحت الموبا ارمي الكلمة زي ما ارمي اه 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 مصريين المشهورين طبعا برامي الكلمة اللي بتتبقى فاهمة ان هي فهمة ممكن او ان حد قال لي او ان في حد من اصحابك مش عارف كده مستمش اقول لك هو مين اه دي ممكن في سن معينة بقى طب انا ممكن اقولهم افتحوا موبايلاتك اشوف فيها ايه اه ممكن اخد واخد منهم الموبايل يعني ده حق الكل ام مش عارفة يا اخوية التربية الايجابية الحديثة دي بتعمل ايه لا هو طبعا حق وده من ضمن التربية الايجابية انا عارف زمان كان الموبايل بيتاخده بالاسبوع يفضل مستخده لا وايه يعني ان انا اقول له وريني الموبايل انت بتخش عليه فاجأة وهو يبقى عارف ان انا ممكن انفاجه ممكن يبقى الوضع انصح مني ويمسح قبل ما انا بص ممكن يعمل كده يا رسي زي ما رجالة بتعمل لما ستاته تمسك الموبايل ببداية ما نضيف نضيف سبحانك يا رب اكيد بس انا يعني ولا تشات مع ولا واحدة لا ممكن يلاقي مصر ممكن حضركتلية بس انا ممكن يلاقي ساعتين بس بس بيكلم مسلا ابراهيم السباك بس ساعتين فتخلوا بالهم من الوقت بالمناة ايوه الله انذا مستزم بقى واحدة تنيه ايوه الله انذا مستزم بقى يلو حجتيني ايوه طبعا ازاي ويكلموا ساعتين حاضر ايوه انا بلايه كده لاحيد بيكون حاسا انهومة رائب فتلاقي بينظف نفسه نضيف نظيف بس وبيل نظيف ولا على الأقل ممكن ما أنا حعمل وسائل الأخوة مختلفة أمانا ممكن أن أشوفه مرة 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 ممكن أن أقعد جنبه مرة هو بيتكلم حتة التواصل أرمي ويدني أرمي ويدني وعين كده وغوز أه وحتة التواصل معاه برد بس ما واجهش عشان هو ما يبقاش أنصح مني ممكن أواجه وممكن على حسب الموقف عمل إزاي يأما ممكن أواجه يأما ممكن أن أنا زي ما قول حرك بطريقة غير مباشرة إحنا منقول الرقابة دي كمان مع الأولاد ومع بناتنا في سن معينة هو بيقول أيوة أنا معاك يا دكتور مش الرقابة بس عابي بقى عندك فضول يعني أنا حب أعرف يعني أغازبا عني وصل محدد تصد بحده وأنا عادة على الموبايل بقى بص يعني أنا معرفش مين رقم والله يمعرف الاسم بس أنا حب أبص البصات العادية دي بمفعش مشكلة حتى مع أصحابي لو معقول في حد بيعمل كده وده بيقى شوية فضول كده شوية فضوله والبصات العادية وبعدين هو أعجب بحضراتك هيرن يعني وهيتكلم والصوت هيبقى مسموح لا ما أنت ممكن تريمها زي ما قلت لك برضو هتلاقي المكواجي بقى بعيت له بقى أنت ما بقيتش تيجي ليه والتاني السربك بقيت له عشاني أه طبعا فهدي كلها وهم ما بيبقى أنصر منه لا وهم أقول يا جماعة بصوا على الوقت بصوا ما تبصش على اسم وهو الاسم عادي عاديه شوف بقى مكلمه قد إيه يعني أكيد مش هيكلم بسببك 16 دقيقة أكيد طبعا أكيد بيسأله ده يبدو واضح أن الأمر خطير جدا أكيد طبعا هيتكلم في إيه في كل الوقت ده هي كلها دقيقة وخلاص فبالتالي برضو نبص على الوقت تخلي نفسها بحاجات تخلي يعني حتى مع المراقين أو مع الأطفال أبص على الوقت أبص على الوقت أشوف بيكلم مين كل الفترة دي وطب صديقه ده أنا عارفه حد جديد حد قبل كده كان بيكلمه هنا إن حريك قلت الأب هو يعني زنبه أنه هو جاب حاجة زي كده أو زنبه زنبه قال حريك لا بيتواصل ولا بيتفاهم أكيد فيه مشاكل في التربية اسمه هو مدي بنته الثقة ما أنت عملت قد السقة هي لا الثقة ما أتكلم على الكبار أنا الوقت أتجوزت وروح تتجوزت حد أكيد يعني في بينه وبينه ثقة وفي بينه وبينه طفاهم وحب وعلاقة طيبة أنا ما أتكلمش على الأبناء الأبناء أنا ممكن أبقى عندي ثقة في ابني بس في نفس الوقت أراقب عليه في نفس الوقت أديله الحاجة اللي ممكن تخليه لما يواجه المجتمع أو لما يطلع المجتمع يتعامل بالتعاملات المنطقات الطبيعية بس في حد مخه يستوع ب22 fake account هو طبعا دي فلاتات يعني اللي هي عملته ده حاجة over وحاجة زيادة أن حد يبقى عند القوة دي كلها لو كنت تستغل زكاة هدف حاجة مفيدة وحاجة تفيدك يا شيخة دايما بنقول حاجة مهمة جدا الحريك قلتيها أنا ممكن أنجح كده وممكن أنجح كده زي ما وحيتش ولا مرة زي ما غلطتش ولا مرة عشان ما بيشوفوهاش ما بيتكلموش معاها واجهة لواجهة ممكن بتعرف تخرق من الحاجات دي أو ما تبينش بقى وش هتبعت صور أخرى مش بتاعتها الله أعلم بقى كانت العملية كانت المحادثات مش هزيه بس أكيد حتة أنه هما ما فيش رؤية دي بيننا وبين بعض ودي من مخاطر التكنولوجيا اللي احنا بقنا فيها دلوقتي في العاصل حال إنها حيث أن أنا أتكلم مع حد أو أتعامل مع حد وأنا ما أعرفوش شخصيا وممكن طبعا فيها مخاطرها فيها نصب مادي فيها نصب أو احتيال نقدر أقوله عليه احتيال عاطفي زي ما احنا شوفنا فيها ممكن يوقعني أنا كمان في مشكلة مش شرطي كل نصب ممكن هو يبتزني بشيء معين ممكن هو ياخد الحوار اللي أنا بيني وبينه ويفبرك عليه حاجة تانية ويعمل لي مشكلة كبيرة فبالتالي دي كلها أمور بقت موجودة دلوقتي في التكنولوجيا الحريص عشان كده بنقول ما تتواصلش مع أي حد أو مع واحدة أو مع واحدة غير ما كوني فيه بينه وبينهم معرفة وثيقة باتخالي المدرس بتاعها هتضحك عليه وبعايز تجوزها على مراته طيب المدرس بتاعها عشان على فكرة أنا جات لقصة زي كده إن حد تواصل برضو مع واحدة ويتكلم معاه رغم إنه هو مش هفلهاش أي صورة وكان عنده استعداد إنه هو يتجوزها على زوجته برضو بنفس الطريقة رغم إنه هو مش هفلهاش حتى صورة شخصية بكلام مجرد افتقاد عاطفي وافتقاد حب وافتقاد الجانب موجود ومش موجود عنده في البيت بيدور على أي حاجة وخلاص ممكن يكون عنده حاجة زي كده فيه النهاردة ناس كتير ممكن إنه هو مجرد بيتواصل مع أحد مش شرط إنه هو يكون شافه المهم إنه أنا بس بتواصل معاه ولو صباح الخير وما يردش علي أو يرد علي الصباح لكده أنا مبسوط جدا إنه هي عملت كده فبالتالي في بعض الناس عندها افتقاد عاطفي في بعض الناس عندها مشكلات نفسية في بعض الناس عندها حتة إنه أنا مجرد إنه فيه طرف آخر بيكلم دي حاجة بالنسبة له يعني جميلة جدا فالمدرس بتاعه أنا افترض إنه هو واحد عايز يرتبط بواحد ويتعرف عليها من طريق السوشال ميديا أو أي طريق إلكتروني طب أبسط حاجة يقول لها طب نلطقي نتقابل نشوف أهلاها ويقول لهم بعتولي تحويل رصيد لحد ما بقابلكم هي ممكن تكون نجحت عشان استغلت كل حاجة كل واحد فيهم نقصوا حاجة حاول التعوضة يعني استغلت إنه حد عنده نقصة هنان أختها محتاجة تكلم حد أخوها عايز يرتبط يعني ممكن يكون هي عملت كده منقول مش عارفين نتعامل مع الشخصين اللي قدامنا أقولوا لها نفوقوا تتعامل معها كذا بدل كذا لا دي دخل على طول في الصميم معارفة هي بتعمل إيه